كطبيب أتفهم بشكل كبير القرار الوالدين باتخاذ إجراء التدخل العلاجي للطفل المصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه وهذا ليس بالقرار السهل ولكن نحن نركز على أمور تتعلق بالدراسة لعدم تأخير الطفل في الحصول على المحصلة الدراسية الجيدة وأيضا لا نهمل الجانب الاجتماعي والمهارات السلوكية التي هو بحاجة ماسة لها لتكوين العلاقات لتواصل أفضل داخل الأسرة وخارجها لذلك وجود الدواء في الفئات العمرية لما قبل المدرسة يتطلب قرار شجاع من الأهل ولكن بتوصية مختص يقدر بشكل كامل الأعراض المهمة والمطلوب استهدافها بالدواء مرحلة المدرسة وما بعد ذلك هي تركز بشكل أكبر على كمية التحصيل الدراسي والنجاح بشكل سلس خلال المراحل الدراسية ترجمة نانسي قنقر